نبدأ من المغرب حيث ترأست أمس الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بمركز الدولي الحسن الثاني للتكوين في مجال البيئة ببقنادل حفل تسليم جوائز للا حسناء الساحل المستدام في دورتها ثالثة وتكافئ الجوائز الأعمال المميزة المنجزة لفائدة الساحل ضمن خمس فئات مفتوحة أمام جميع الفاعلين الذين ينخرطون في الحماية والحفاظ والمعرفة والتحسيس بالساحل بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني والجماعات الساحلية والمقاولات الخاصة أو العمومية والإدارات والطلبة والأساتذ الباحثون وعرفت النسخة الثالثة مشاركة مكثفة حيث عارض المترشحون 130 مشروعا وتهدف جوائز للا حسناء للساحل المستدام المسلمة من طرف مؤسسة محمد السادس استحمية البيئة إلى تحفيز الوعي بالبيئة في بلد يتوفر على شريط ساحلي يمتد على 3500 كيلومتر ويكون فيه الضغط البشري دائما قويا إذ تصب المؤسسة من خلال مكافأة المبادرات المواطنة إلى إذكاء الوعي وتحقيق التعبئة الشاملة لخدمة الساحل نحتفل اليوم بدورة ثالثة لجوائز للا حسناء للساحل المستدام هذه الدورة التي تميز بمشاركة أكثر من 130 مشروع التي قمت بمنح جوائز للا حسناء إلى 24 مبادرة هذه المماذرة وال130 مشروع هي مكونة تقريبا من ثلث من الجمعيات وثلثين من مصالح الإذارية والعممية وكذلك الجامعيين هناك مشاركة كثيفة للبحثين الجامعيين في إطار جائزة للا حسناء للساحل المستدام النسخة الثانية فزنا بجائزة للا حسناء للساحل المستدام طبعاً هذه الجائزة أعطتنا واحد الدافع أننا نقوم بمشاريع أخرى والحمد لله قمنا بجوجة المشاريع التي هي معرض النفاية البلاستيكية كان هذا المعرض قمنا بواحد القافلة في المؤسسة التعليمية وكانت تتوج واحد المؤسسة بواحد حوض السمك التي تجعلها في ذلك المؤسسة بالنسبة للمشروع الثاني هو انتشار النفاية من قاعد البحر والرسل الكائنات البحرية التي هي دخيلة على المنطقة بالنسبة لانتشار النفاية من قاعد البحر من 2011 إلى هذه السنة استخرجنا ما يفوق 100 طن للنفاية البحرية هذه النفاية نفسها نحاول من أمكان نعاود إعادة تدوير ذي ألف وكان قوموا بهذه النفاية وكان قوموا بوضعها في المؤسسة التعليمية باش نحسوا تلامت ونعملوا ذلك التربية البيئية للتلامت تتوجه ثاني على التساول التي تتوجه به جمعية الأبطال في النضاق وهذه السنة الحمد لله استطعنا أننا نتوجه بجزء ديال الدرع جائزة اللحسنة للساحل المستدام وهذا يجيب بفضل الله سبحانه وتعالى والمجهودات التي يقوموا بهذه الجمعية على طوال السنة لحماية البيئة والبيئة البحرية باستفاعة أمامة ترجمة نانسي قنقر